رئيس الوزراء يشدد على التطبيق الصارم لإجراءات مواجهة فيروس كورونا وعدد وفايات الفيروس في الولايات المتحدة يتخطى 250 ألفاً وارتفاع في وطيرة الإصابات المسجلة به المحكمة العليا في بنسلفانيا تنظر طعن ترامب وإعادة فرز جزئين للأصوات في ويسكنسن موجز وأنباء التسعة صباحاً يأتيكم من أكسترانيوز أسعد الله وأوقاتكم شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية الرامية لمواجهة فيروس كورونا وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي وجه مدبولي بقيام الوزارات باتخاذ ما يلزم لتخفيف التزاحم في أماكن العمل مشيراً إلى أنه لكل وزار الحق في تحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وقد أعلنت وزارة الصحة خروج 133 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101,421 حالة وقد أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثابتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس وشيراً إلى وفاة 14 حالة جديدة أشار مجاهد إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للإصابة بالفيروس هو 11,613 حالة من بينهم 6,495 وفاة تعهد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ببناء جيش وطني موحد يمثل جميع السودانيين قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا إن البرهان أعرب خلال زيارته التفقدية لمقر القوات الخاصة بغرب أم درمان عن أمله في أن تكون الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام جزءاً أصيلاً من القوات المسلحة في القريب العاجل أدانت السفارة الأمريكية في بغداد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقرها وأسفر عن مقتل طفلة عراقية وإصابة مدنيين دعت السفارة في بيان لها الحكومة العراقية إلى اعتقال ومحاسبة القائمين بمثل تلك الهجمات متهمة فصائل عراقية موالية لإيران بشن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء أكدت السفارة الأمريكية أن هذه الفصائل تزعزع استقرار العراق وأمنه وقع الجيش اللبناني بمشاركة إدارة مرفأ بيروت ومدرية الجمارك اتفاقية مع شركة ألمانية لمعالجة 52 مستودعاً تحوي مواد خطرة بالطرق العلمية الآمنة والمناسبة ذلك بعدما أدى انفجار مرفأ بيروت والذي وقع في شهر أغسطس الماضي إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح والبنى التحتية أظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 250 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد بحسب بيانات الجامعة فإن متوسط حالات الوفاة خلال أسبوع بلغ 1175 حالة يومياً وسجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 11 مليون و400 ألف حالة تقريباً منذ ظهور الجائحة ولا تزال الدولة الوحيدة التي رصدت أكثر من 10 ملايين إصابة أعلنت مدينة نيويورك إعادة إغلاق مدارسها العامة بسبب ارتفاع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا إلى 3% قال رئيس بلدية نيويورك دي بلازيو أن المدارس سيتم إغلاقها كإجراء وقائي اعتباراً من اليوم بعد ارتفاع وطيرة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا من جهته قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أليكس أزار إن اللقاحين المحتملين لشركتي فايزر وموديرنا سيكونان جاهزين للحصول على موافقة السلطات المختصة تمهيداً لتوزيعهما في غضون أسابيع داعياً حكام الولايات إلى فتح الطريق أمام حملة تطعيم واسعة النطاق قبل نهاية هذا العام قد أعلنت منظمة الصحة العالمية تراجع أعداد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في القارة الأوروبية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بينما ظل معدل الوفيات في ارتفاع أوضحت المنظمة أن عدد الإصابات في أوروبا انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت عشرة في المائة فيما سجلت أكثر من 29 ألف وفاة بارتفاع نسبته 18% مشيرة إلى أن العالم سجل نحو 4 ملايين إصابة جديدة خلال أسبوع بينما توفي 60 ألف شخص خلال الفترة ذاتها ولا تزال أوروبا أكثر المناطق تضرر من الوباء وتخطى إجمالي الإصابات المسجلة فيها 15 مليونا أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون أن الاتحاد الأوروبية يدرس حلولا عملية لتسوية الخلافات مع دول من أوروبا الشرقية حول خطة التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا قال الوزير أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أن أوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عدد من الحكومات التي لا ترغب في احترام المشروع الأوروبي الموحد مشيرا إلى أن فرنسا تبحث مع ألمانيا عددا من الخيارات العملية للتوصل إلى اتفاق نهائي حول الآلية الأوروبية للإنعاش الاقتصادي وحتى الآن تعرقل حكومات المجر وبولندا وسلوفينيا خطة الإنعاش الاقتصادي بسبب الشروط تراها مكحفة قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن عدم اعتراف الإدارة الحالية بفوزه حتى الآن يمنعه من معرفة خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا وخلال اجتماعا افتراضي مع العاملين في مجال الرعاية الصحية أكد بايدن أن ما وصفه بتعنت إدارة ترامب ربما يؤخر لأسابيع أو لأشهر وضع مبادرة كاملة لتوزيع اللقاحات ومواجهة الفيروس واستمع بايدن في الاجتماع إلى العاملين الذين عرضوا تجاربهم في العمل على الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء قال حاكم ولاية أريزونا دورج دوساي أنه لن يصادق على نتائج الانتخابات قبل الفصل في الدعاوة القانونية المقامة من حملة ترامب وأكد دوساي خلال مؤتمر صحفي أنه سيسمح بالفصل في أي طعون قانونية تأتي إلى ولاية أريزونا قبل إعلان النتائج رسميا فيما تسعى حملة ترامب إلى الحصول على أمر من المحكمة بتأجيل التصديق على النتائج في مقاطعات الولاية التي حسمت تفوق بايدن بنحو عشرة آلاف صوت في سياق متصل قالت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا أنها ستنظر في طلب قدمته حملة دونالد ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في مدينة فلادلفيا ولا تحمل بيانات المرسل على الضرف الخارجي من المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية من جهة أخرى أعلنت لجنة الانتخابات في واسكنسن أنها ستعيد فرز الأصوات في مقاطعتين يهيمن عليهم الديمقراطيون بعد أن سددت حملة ترامب ثلاثة ملايين دولار كانت ضرورية لإجراء إعادة الفرز كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة تحت الأرض ضمن منشأة نتانز النووية قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي في مؤتمر صحفي أن إيران بدأت بالفعل في تشغيل أجهزة الطرد المركزي لكنه أكد أن مستويات التشغيل لن تؤدي إلى زيادة مهمة في كميات اليورانيوم الذي يتم تخصيبه كانت الوكالة الدولية قد أكدت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن إيران باتت تمتلك كميات من اليورانيوم أكثر من المسموح لها بموجب الاتفاق النووي باثنتين عشرة مرة أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواب ضريف عن استعداد بلاده لعودة تلقائية إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وذلك في حال رفعت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جوزيف بايدن العقوبات المفروضة على إيران قال ضريف أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي في المرحلة الحالية لا تشكل أولوية بالنسبة لبلاده أقر الجيش الأسترالي بارتكاب جنوده جرائم حرب شملت 39 جريمة قتل ضد مدنيين أفغان خارج إطار القانون أقال قائد القوات الأسترالية في أفغانستان أن الجرائم المرتكبة وقعت أغلبها ما بين عامي 2012 و2013 أشيرا إلى أنه أوصى بالتحقيق مع 19 جنديا بتهمة القتل العمل وعثق تقرير جرائم الحرب شهادات 400 شخص جرس تجوابهم على ذمة قضايا قتل خارج إطار القانون في ختام الموجز وكالمعتاد نلفت عناية حضراتكم إلى أن تردد قناة أكسترا نيوز بالبث عالي الجودة HD هو 12303 على أن يكون معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي خلود زهران تستكمل مع حضراتكم بعد قليل ما تبقى من فقرات هذا الصباح إلى الملتقى